يكون نحن مع خطب الجمعة لكن عنا صير الدين هو فقط آمنوا الله خمسين مرة قال آمنوا لا يكفي بدي آمنوا وعملوا الصالحات خمسين آية وردة خمسين آية عدا ونقدا آمنوا ما بيكفي أسبح وأتعبد عملوا الصالحات حتى الشكر لله عن طريق العمل اعملوا آل داود شكرا مو الله أقول الشكر لله شكر لله هاي ما ضاعت وقت قلنا له نعطيناه المثال إلى خطبة الجمعة اللي أنا أنادي فيها قلنا له يفترض يطلع الإمام على المنبر يوم الجمعة ويقول أيها الناس أيها الإخوة أيها المسلمون عندنا آيتين في القرآن نعم وآيات تقول إن الله يحب المقصطين فهمتوا نعم طيب في آية وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة صحيح أنا بحكي ضمن القرآن نعم طيب ليش إن الله يحب المقصطين وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة بسيره بخليه أشده ما احترامنا شديد كل المصلين نايمين ونعسانين وما بيهموا ما بيهموا الخطاب على المنبر خليني خليني يكون شوي صريحين مع بعض نايم نايم يعني ما في حد يشده بقول له إن الله يحب المقصطين وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة بشده بقول له إذن المقصط بالميم غير القاصط بالألف بعطيه كمان لغة عربية بقول له القاصط من يأخذ قصطه وقصط غيره من الماء والكهرباء والغزاء والدواء ويحرم الآخرين أقصاطهم هذا لجهنم حطبة بريد يصوم بريد يصلي في علاقات لكن والله يحب المقصطين المقصط من يأخذ قصطه فقط تاركا للآخرين أقصاطهم السلام عليكم أقيم الصلاة هاي خطبة الجمعة نبهت لقضية اجتماعية أنا ملايين عبتجي لعندي يوم الجمعة عبتسمعني طواعية هاي فرصة لحتى أوجهها بعطيه مثال حتى يكون قرآن عملي عملي مو مهجور بقول له أيها الناس بخطبة الجمعة أول تعليم الله علم لآدم وهو في الجنة عرف له من هو الظالم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئت مار غدا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون منا ليش ما قل له من العاصين من الكافرين إذن الظالم من يتصرف فيما لا يملك قال له كل الجنة انت حر بس هاي الشجرة ليست لك فهمتوا أيها الإخوان بقولوا نعم طيب إذن الشارع ليس ملكك إذا بتحط أوساخ في الشارع فأنت ظالم بالكاميرات الإلهية مشكلتك ما صرت مع البلدية مع الله فكل مسلم يلقي أوساخ في الشارع هذا ليس مسلم أصلا مهمة البلدية تنظف لي الشارع مرة وحدة في العمر يا أخي إذا البلدية تلقي الأوساخ أنا بهاجم البلدية وبعصب على البلدية بس أنا أقولك الأوساخ وأتهجم على البلدية ليش ما عطت نطفي يعني هالمنطق هذا ثانيا إشارة المرور الحمراء تقول لي الشارع ليس لك فالمسلم عيب الدولة تحط له شرطة مرور خلص أنت مسلم انتهى ممنوع تخالف إشارة حمراء وقال لي أنت ظالم بأوروبا في بلدك في وين ما كنت بالليل بنهار في حدا في شرطي في رادار ما لي علاقة مسلم لا يخالف إشارة حمراء أين السلوك الإسلامي أنا أدعو إلى هذا الحكي يعني ما احترمنا هيك بكون أنا مسلم حقيقي مثال كلنا وأنا منهم نقوم بأعمال حسنة وليس أعمال صالحة الدين الإسلامي الوحيد دعا للعمل الصالح وليس للعمل الحسن هذا بسيوي كمان خطب الجمعة بقول له الله قال آمنوا وعملوا الصالحات ما قال عملوا الحسنات وبعطيه مثال بقول له إذا جاء الموظف على الدوام نعم هذا قام بعمل حسن وليس صالح لأنه ما غاب لا يكون عمل صالح إلا إذا عمل بجد ونشاط وإخلاص وخدم ذاته وخدم المجتمع ولازم أقول له العمل الحسن لا يرفع والعمل صالح يرفعه هيك لازم أوضح له هاي آيات إلا ليست آيات تعاليم إلا ليست تعاليم طيب أين خطب الجمعة من هذه التعاليم يعني الطالب أو الطالبة جاء إلى المدرسة هذا قام بعمل حسن إلى الجامعة عمل حسن ما غاب بس ما بيكون عمله صالح إلا إذا انتبه للدكتور جيدا ونجح بتفوق صار عمله يصلح حال الفرد وحال المجتمع لذلك الله قال خمسين مرة آمنوا وعملوا الصالحات أنا أدعو لهذا إلى هذا المنطق نعم خالصين زيد يلا دقتين فأنا أدعو لهيك وهي محاضراتي عب تحكي هيك يعني على كل الفضائيات حكيت على العمل الصالح والعمل حسن